اشتركوا في القناة وفي دقائق فقط باستخدام برنامج Powerpoint طبعا سأترك لك أيضا مجموعة كبيرة من المواقع والتي ستفيدك في اختيار الايقونات والصور المجانية والغير المجانية أيضا في اختيار الخطوط لحاسوبك وأيضا في اختيار الألوان وتناسقها إذن على بركة الله أول شيء سأقوم به سنذهب إلى إدراج ثم هنا من أشكال سأختار هذا الشكل شكل حر للإشارة فقط فمن خلال فقط هذه الأشكال يمكنكم صناعة أو عمل ما لا نهاية من الشعارات والأيقونات كهذا المثال البسيط بعد ذلك سأضيف إليه دائرة للتعبير عن الرأس من إدراج أشكال سأختار شكل بيضاوي طبعا للحصول على الدائرة يجب أن نقر على الزر ثم ساحب بعد ذلك كما ترون بعد ذلك سأضعه في المكان المناسب الآن سأقوم ب اختيار الشكل المعن والنقر بزر ثم سأضعه في الفقر الأيمن تجميع بعد ذلك سأقوم الآن بتلويني هذا الشكل بلون يعبر عن التلميذ مثلا هذا الأزرق دائما أزيل إطار بدون إطار الآن سأقوم فقط بالنقر على الإختصار كما ترون معي بعد ذلك سأقوم الآن بعكس إتجاهي بالذهب إلى استدارة ثم أختيار هذا الخيار الآن سأقوم بسحبيه بهذا الشكل بعد ذلك الآن سأختار اللون لتلميذة مثلا هذا اللون بطبيعة الحال يمكنكم اختيار جميع الألوان من هنا من هذه النفيدة أو من هذه إذا سأختار لو لن اخترته من قبل بطبيعة الحال يمكنكم إضافة أي شيء تريدونه كمثل يمكنني إضافة هنا كتاب أسفل هذين التلميذين لكنني غالبا ما أفضل أن يكون الشعار بسيط وأنتم تعلمون هذا فأغلب الشركات العالمية والمؤسسات العالمية وحتى المواقع العملية لديها شعارات جد بسيطة طبعا لكل شعار قياسات خاصة لكنها تبقى بسيطة بسيطة المظهر مثل هذا الشعار بطبيعة الحال يمكنني مثلا إضافة اسم المؤسسة لهذا الشعار سأقوم فقط بالذهب إلى إدراج ثم مربع نص إذا في الأول سأكتب فقط مؤسسة سأختار مثلا هذا الخط طبعا ستجدون المئات من الخطوط الجميلة بالمواقع التي سأترك لكم أسفل هذا الفيديو إذا سأقوم بعد ذلك بكبير حجم سأختار حجم مناسب مثلا وضعه هنا بالوسط بالنسبة للون سأختار أحد هذه الألوان بالذهب إلى الشرط الرئيسي ومن هنا سأختار اللون الذي لم أجده هنا فقط نقر على هذه الأدات واختيار اللون من مكانه الأصلي كما ترون معي الآن سأقوم بتكرار هذه الكلمة كونتخول سي كونتخول بي لأكتب مثلا اسم المؤسسة مثلا مؤسسة السلام بعد ذلك بنفس العملية سأختار اللون الزرق هذه المرة كما ترون معي بعد ذلك أخذه إلى المنتصف يمكنني تكبيره الآن سأقوم بتجميع هذه الشكلين بنفس الطريقة تجميع بعد ذلك سأختار الأشكال ثلاثة أو الشكل مع كتابتين ثم أذهب إلى محادث لأجعل الكل بي المنتصف محادث إلى الوسط كما ترون معي بهذه الطريقة الآن للحصول على هذه الأيقونة يكفي فقط اختيار الكل ثم بعد ذلك نقرأ على بزر فأر الإيمان واختيار حفظ كصورة ثم حفظ الآن بالذهاب إلى مكان الحفظ سأجد الصورة وبخلفية شفافة فبيوضعها مثلا على أي خلفية كما ترون معي هنا سيظهر الشعار كما ترون شعار جد بسيط لكنه جد معبر أنتم أيضا أحبتي يمكنكم صنع أفضل من هذا بكثير فقط باستخدام الأشكال الموجودة ببرنامج Powerpoint طبعا يمكنكم إدراج واستخدام بعض الأيقونات أو الأشكال الموجودة بالمواقع لتسهيل وتسريع العمل أيضا سأترك لكم هذا العمل أسفل هذا الفيديو لمن أراده وأخيرا أرجو منكم إخواني أخواتي أن تتقاسموا هذه الطريقة مع أصدقائكم خاصة مع جملائنا أستاذ الأفاضل الأستاذات الكريمات أيضا مع أحبابنا التلاميذ لا لشيء إلا تهم الإفادة وترقبوا عن مقارب بيبن الله مشاركة جديدة ومفيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى